تلقت السلطات الجزائرية من نظيرتها سعودية مرسلة رسمية تؤكد لها فيها على ضرورة إخضاع المرشحين لأداء خامس روكنين من أركان الإسلام لموسم 2014 إخضاعهم للفحص الطبي الجيد خاصة للمصابين بأمراض مزمنة وأكدت وزارة الحج السعودية في نص المرسلة التي وجهتها للدوان الوطني للحج والعمراء على أن موسم الحج لسنة 2014 يأتي في فترة تعرف ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة مقارنة بالمواسم السابقة مما سيؤثر سلبا على صحة الحجاج بصفة عما والمصابين بأمراض مزمنة على وجه الخصوص وخاصة الأشخاص المصابين بداء السرطان في الشأن التربوي شرعت أمسي العديد من المؤسسة التربوية في إجراء الامتحانات التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء حيث عرفت العملية حراسة مشددة على التلميذ عندما وصل عدد الحراس في القسم الواحد إلى السبع الأمر الذي أثر على تركيز التلميذ وانتقد العديد من التلميذ والأساتذة الحراسة المشددة التي تزاملت مع أولى أيام الامتحانات الخاصة بالبكالوريا البيضاء وكانت قد أقدمت وزارة التربية الوطنية والدوان الوطني للامتحانات والمسابقة على اتخاذ ترسانة من التدابير والإجراءات في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2014 وذلك لمنع ظاهرة الغش وسط التلميذ التي اتفاقمت في الأونة الأخيرة الموضوع لمحمد شوقي عليك تدابير جديد من شأنها منع الغش في امتحان شهادة البكالوريا أعلن عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أونك على خلفية تفشي الظاهرة في السنوات الأخيرة خاصة ما ميز الغش الجماعي ببعض الأقسام لدورة جوان 2013 ما أدى إلى تسليط عقوبات صارمة على عدد من المترشحين المتورطين في القضية وعليه أقر الديوان إجراءات تعتمد لأول مرة في شهادة البكالوريا حيث تتمثل هذه الإجراءات في رخصة خاصة بخروج المترشح إلى دورة المياه ترسل مع أوراق الامتحانات إلى مراكز التجميع والتي سيوقعها ما لا يقل عن ثلاثة أساتذة أحدهم يرافق المترشح إلى دورة المياه والثاني يكلف بتفتيش المترشح بينما سيتكفل الثالث بتفتيش دورة المياه حيث ستكون وثقة الهوية ضرورية لسماح للمترشح بالدخول إلى مركز الإجراء وفي حال عدم أحضارها فإنه يجبر على توقيع تعاهد بأحضارها في اليوم المولي كما أن المترشح مطالب بالالتزام بجملة من الإجراءات أولها أن التغيب في اختبار واحد في شهادة البكالوريا يؤدي حتما إلى إقصائه نهائيا ولا يسمح له بمغادرة القاعة إلا بعد مرور نصف الوقت الرسمي للإختبار لأن المترشح ملزم بتسليم ورقة الإختبار ولو كانت فارغة حيث يمنع على المترشحين الدخول إلى القاعة بالهاتف النقال أو أي وثيقة أو سند حيث يعتبر ذلك محاولة غش حتى وإن لم يستعملها وبخصوص حالات الغش فإن القانون ينص على أن المترشح يقصى فورا من الامتحان بناء على تقرير من الحراس وباعتراف كتابي من المترشح المعني أما بإزبار حالة الانتحال الشخصية فإن رئيس المركز ملزم بإبلاغ مصالح الأمن فورا عن طريق مدير التربية أكدت نقابات التربية الوطنية أن تأخر في الدروس بولاية غردية لا يتجاوز ثلاث ساعة وهو الأمر الذي لا يستدعي إجراء بكالوريا استثنائية خاصة وأن الأساتذة عكفوا على إنجاح عملية استدراك الدروس نسي ملوا في عدة تالية بالرغم من الإضرابات الأخيرة التي عصفت بقطاع التربية والأحداث الساخنة التي عرفتها منطقات غردية إلا أنه لن يتم إجراء بكالوريا خاصة لتلاميذ الولاية لأن نسبة أخر الدروس حسب نقابات التربية لا تتجاوز ثلاث ساعات حسب القراءة الموجودة نحن عندنا أنها تساعدنا على أن البكالوريا تكون بكالوريا موحدة على المستوى الوطني فقط نحن نطلب من وزارة التربية الوطنية أن تعمل على ضبط النقائس الموجودة لأنه اتضح بأن العتبة أو الدروس المرجعية التي حددت في العتبة لم تكن دقيقة ولم تكن مطابقة لتقارير الأساتذة المقدمة العمل على ضبط المواضيع الموجودة في العتبة مع التقدم الحاصل في سيرولة استدراك الدروس سيسمح بإجراء بكالوريا موحدة على مستوى الوطن نحن نرى بأنه هناك مواد تأخر لا يتجاوز لتساعات أو أربع ساعات حتى لست ساعات يمكن استدراكه حسب معطيات التي عندنا وحسب الدروس التي درسوها التلاميذ أنها تسمح لنا بأن البكالوريا تكون موحدة وطنية تحديد دروس العتبة وفق النصوص المرجعية لتقارير الأساتذة كفيل بعدم وجود بكالوريا استثنائية بمنطقة غردايا في السياسة شكل خصوم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني هيئة موحدة أطلق عليها اسم لجنة تنسيق والتي تضم 15 عضوا لاستدعاء دورة طريقة أقول للجنة المركزية مهمتها تنسيق مع جميع أعضاء اللجنة المركزية لتحديد تاريخ ومكان الإطاحة بسعداني وانتخاب قيادة جديدة في شأن آخر تسأل رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني تسأل عن أسباب ودوافع تأجير قضية ملف الخليفة بمجلس قضاء البلدية أو البوليدة في الدورة الجنائية المزمع عقدها أمس وكشف قسنطيني أنه من غير المنطقية تأجيل أكبر قضية فساد رغم التطمينات المقدمة من المحكمة مزيدا من التفاصيل في ميكروفون عدد زيدي اللغزة هذا ما فهمتوش أنا كانت أولاً القضية بحداتها أولاً طالت خمسة سنوات على مستوى محكمة العليا وهذا الشي غير طبيعي مكاعة السابقة في هذا الشيء خاصة اللي في القضية اللي نتكلم عنها فيها مقوفين فيها واشخاص اللي مقوفين كعدة خمسة سنوات المحكمة العليا راح عندها أقريب من سوية ثلاثين شهر من اللي نقضت وحالة أمام محكمة جنايات الانتاع البوليدا برمجتها أول مرة محكمة جنايات الانتاع البوليدا وحالة أجلتها بدون تاريخ هي عادة تتأجل للدورة المقبلة لحد الآن راح دوراتين مشاء ومت برمجج ووصل أمس عمال المؤسسة الوطنية لتهيئة الاحتياطات والحدائق الوطنية والتسلية إضربهم للأسبوع ثاني تنديدا بجملة من المشاكل التي يتخبطون فيها حسبهم منذ أزيد من أربعة سنوات وعلى رأسها تأخر الأجور وضعفها إضافة إلى غياب أدنى شروط العمل والتي غالبا ما تسببت أو تسببت في بطر أعضاء من أيدي العمال التفاصيل في ميكروفون أماننا المجرد قدامين رغم في حالة موسيقى قدامين رغم في حالة موسيقى شكرا على المتابعة إلى اللقاء شكرا على المشاهدة